السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين خمسة وعشرين أيلول سبتمبر طبعا القمر اليوم استقر في برج الدلو ورح يظل موجود القمر في برج الدلو لغاية الساعة 12 و18 دقيقة من بعد منتصف ليل يوم الأربعة يعني يوم الأربعة القمر بيكون انتقل وصار في برج الحود من نسبة للقمر اليوم موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3 و37 دقيقة عصرا من عصر اليوم لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبية طبعا الأوقات كلها بتوقيت جرينيج وهي المنزلة ليسعد الأخبية للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا القمر بما انه موجود في برج الدلو معناته اليوم تتغير الأوضاع عنا أكثر برج الدلو يعني شوي هيك بده تغيير ما بحب الروتين ما بحب الأشياء اللي كانت ضغطة عليه في الأيام الماضية اليوم الأجواء بدها طاقة بدها حيوية بدها انطلاقة العنصر الاجتماعي هو اللي بلعب دور كبير على جميع الأبراج في هاي الفترة فمننشط بعلاقاتنا الاجتماعية تعزيزها الاستفادة منها واسطات معارف ولقاءات وأشياء من هذا القبيل في بعض الأشخاص ممكنين هيك تجيهم رغبة للانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة حياة جديدة يعني هيك بدهم تغيير بيميلوا الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من الاندفاع والتهور والعاطفية والتأثيرات السلبية وتأثيرات الناس علينا يمكننا أيضا أن نكون صداقات جديدة من غير من مظهرنا فترة ممتازة جدا لتغيير المظهر أو الاهتمام بقصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بكل ما يتعلق في مجال الإلكترونيات تكنولوجيا وحتى على مستوى الطعام الجديد بإمكانك تجرب وصف الطعام الجديد هيك وتمشي الأمور بشكل ممتاز معك بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس يعني القمر محدب تماما الآن وهاي رح تكون الساعة ثنتين وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من أطلق المساند والدعم من الأصدقاء من التجالة أغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا هذه زاوية بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية هاي بين عطارد وبين المشتري طبعا هاي الزاوية ذكرناها يوم تسعة عشر تسعة وقلنا إنها هي تاثراتها من تسعة عشر تسعة لتسعة وعشرين تسعة ذروتها يوم خمسة وعشرين تسعة اللي هو اليوم الساعة 12 وتسعة دقائق ظهرا نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى العديد من الأشخاص بتزيد من ميلنا للعلوم الطبية والأستاذة أو الأمور الدينية برضو بتدفعنا لممارسة وظيفة حرة برضو هاي الفترة مناسبة لاتخاذ قرار على المستوى المالي أو المادي أو القيام بخطوات بتمنحنا ترقي في وظيفتنا أو حل خلافات أو دعاوة قضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها والأخيرة وهي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية راح تكون دروتها ساعة 11 و 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يجب توخل حذر من الأشخاص اللي بحاولوا يستغلونا ويستغلوا طيبتنا ويستعطفونا عشان يأخذوا مننا فلوس أو إشياء أخرى يعني بتكون تحذروا من النصابين والمحدالين في هاي الفترة لأنهم كثر وخصوصا زي ما حكينا يعني بتبلش من ساعات العصر بتجعلنا نرى مشاريع تعرض علينا مثلا أو منفكر فيها منشوفها بحجم أكبر من حقيقتها فعشان هيك ممكن نخسر فيها نثق في وعود غير واضحة ممكن نقبل باقتراحات غير منطقية قد تكونوا متيقظين في نفقاتكم وتجنبوا الإفراط في الأكل لأنه برضو هذا شيء ممكن يعرضكم لعسر الهضم أو التخمية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا بطة الساق، الكاحل، الساق، وتر العرقوب، عضلات الساعد، هرمونات الغد الدرقية يعني هذول الأكثر حساسية اللي عنده مراجعات طبية أو فحصات أو أدوية أو أي شيء ممكن يعمل لهذه الأعضاء ولكن كجراحة مباشرة لهذه الأعضاء ما بنصح فيها نهائياً إلا إذا كانت عمليات اضطرارية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء عمليات جراحية جيد هذا اليوم لإجراء العملية الجراحية لباقي أعضاء الجسم ولكن مش للعضاء اللي ذكرناها مناسب أيضاً لعمليات التجميل مثل الحقن، الجراحة لا يصلح لإزالة الشعر بالليزر للناس المتضررين من الشعر اللي بدهم إزالة جذرية بالليزر طبعاً لا يصلح أما بالطرق التقليدية ما فيها أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الدلو خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 12 و 38 دقيقة 38 دقيقة من ظهر يوم الثلاثاء طبعاً مدة هذا الخلو المسار مدة 12 ساعة يعني بيبدأ يوم الثلاثاء الساعة 12 و 38 دقيقة وبينتهي بعد منتصف الليل الساعة 12 و 18 دقيقة بنكون دخلنا في يوم الأربعة وشان هيك منقول يوم الأربعة القمر بيكون موجود في برج الحوت والقمر موجود في الدلو لا نهاية يوم الثلاثاء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمر 11 يوم في تمام الساعة 12 و 13 دقيقة بعد الظهر بصير عمر 12 يوم نسبة الإضاءة 81% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 23 تسعة سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات العصر بتصير منتحسة بنسبة 10% القمر في الدلو حتى يوم 27 تسعة سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 15% ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 10% ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 40% بالنسبة لبرج العطارد طبعا عطارد موجود بالعدراء حتى يوم 15 سعيد بنسبة 45% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 70% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 سعيد بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11 عشر وكلها منتحسي بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتنشطه اليوم اجتماعياً وبتسعده من لقاء الأصدقاء وممكن اليوم تتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو اجتماع اليوم الأجواء داعمة وبتناسب العمل من ضمن مجموعات ممكن تخوض مجالات عديدة ومتنوعة نظم جدول أعمالك تحسباً لضيق الوقت واليوم تقدر تستغل أي شخص من علاقاتك لدعمك بمسألة ما أو ممكن استشارة ما لحل مشكلة ما برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن حاولوا إنكم ما تشوهوا سمعتكم لأنه هذا بيت السمعة والظروف ضاغطة وممكن تحمل لك يعني هيك بعض الأشياء اللي تكدر صفوك ولكن برضو فيها فرص مهمة فرصة عمل مهمة فرصة ترقية ترفيع عشان هيك بدك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا توتفر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ومع أشخاص خارج البلاد وبتزداد رغبتكم برضو يعني هيك إنكم تتقربوا من الأحبة أو هيك نوع من نوع التواصل الجيد مع أحبائكم بوسعكم اجتياز امتحان أو مقابلة أو دورة تعليمية مثلاً مع الموليد برج الجوزاء ممكن يهتموا بمواضيع العلاقة بالسفر أو توقيع عقد أو ترويج لموهبة أو اهتماماتك بتكون شوي هيك يعني بحاجة لأنوع من أنواع الجراءة حاول إنك ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة حاول إنك تثبت طاقتك وجدارتك وتكون دائماً بالمقدمة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً اليوم تهتموا في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة يعني أي مال مشترك أو فيه معك شريف فيه هو هذا المال راح تهتم مال زوجتك زوجك بنك ضريبة تامين شركة مع شحاد أنت وياها عن نص فيكازية في أي إشي عادي هذا مال مشترك اسمه فعشان هيك هذا المال اليوم أنت كل التفكير راح يكون موجود عليه والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن بتكون تخففهم من النفقات قدر الإمكان حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة انتبهوا لصحتكم برضو ما تسمحوا لأي شخص أنه شكك بقدراتكم ممكن تنشغل بملف أو معاملة إدارية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر مقابلنا تماما مية في المية إحنا يعني عادي حفظي نصرنا الدرس لما بصير القمر موجود في الدرس وإحنا ندخل بالحيط فإحنا هسا على وشك إننا ندخل بالحيط يعني شوي هيك لطف اللي أنه في زوايا إيجابية اليوم بتخفف الموضوع فعشان هيك اللي عنده زوجي أو زوج عادي شد شعره طق راسه بالحيط خلص لأنه رح نصل اليوم لمرحلة الانفجار في هذا الموضوع الموضوع لتعزيز الشركات أو تقارب تفاهم مصهر تفاهم خلص عادي يعني شو تسووا برضو بتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم فترة ضاغطة يعني شوي هيك فيها نوع من أنواع الاستفزازات اللي ممكن تخليك تخرج عن طورك في لحظات معينة حاول تضبط عصابة قدر الإمكان عزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة أكثر إلا أشخاص اللي بدهم يدخلوا قفص الفخ اللي إحنا منسميه الارتباط بيقدروا يبلش منها سيجهزوا لهذه الأمور مع أحباهم يعني والله لا تسأل كل تعون الأسد لا يقولوا لك يعني بلاش 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 أجل أجل لسه في مجال في الحياة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء رغم تراكم العمل وأنه شوي هيكي في ضغط على العمل عندك كثير من الأشياء اللي أنت ملتزم فيها إلا أنه اليوم طاقة إيجابية عالية جدا بتكون موجودة وعندك قدرة على إنجاز الكثير من هاي العمال ولكن ركز على العمل الضروري قبل ما تنتقل لعمل آخر حاول برضو تهتم بصحتك أكثر بغذاءك أكثر اليوم بتلازم لك الواجبات بشكل كبير وبترافقك مشارع عر مختلفة ممكن تهتم بصحة أحد المقربين لا إلك أهمش أنه ما تهمل صحتك ولا واجباتك اتجاه الأحبة برج الميزان بتزداد رغبتكم اليوم بشكل قوي جدا في التقرب من الأحبة وتعزيز العلاقة معهم وعلاقاتكم مع أبنائكم اليوم مناسب لممارسة نشاط فني هواية ترفيه تجميل بتتحسن الأجواب وترتفع المعنويات بشكل كبير فرصة أو فترة مناسبة للحوار والنقاش أهمش أنك ما تقف متفرج اسعى للمبادرة أجواء رومانسية دافئة فيها كثير من الأشياء الإيجابية ولكن اترك الاكتئاب والنفسية والحساسية هاي زيتها على جنب عشان تنبسط خلال هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول أمور البيت والعائلة أكثر شيء ممكن تهتموا بمسائل العلاقة بالعقارات أو العلاقة باستئجار بيت بيع عقار تصليح ترميم ديكور أحداث معينة بتصير مفاجئة بالنسبة لألكم أو بتجدوا تعاون من أفراد العائلة حاولوا انك تحموا وضعكم الصحي من التقلبات والانفعلات ممكن تهتموا لأمور عقارية ما أهم شيء زي ما كانت الجنب والانفعل والتصرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك متقلب ومتجاهم أيضا بسبب كثرة الأعباء ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات واللقاءات والحوارات والنقاشات وعندكم سرعة بديها عالية وقدرة على تحليل الأمور ممتازة جدا وممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أحد الإخوة أو مع أحد الجيران بتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل طبعا أنت زي ما حكينا بتتمتع بسرعة بديها عالية جدا اليوم وبتتصرف بطريقة إنه انفعالية شوي حاول أنك تسيطر عن فعلاتك نظم ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الإخوة أو أحد الأحبة كثير من موليد برج القوس اليوم ممكن يهتموا بمواضيع العلاقة بالسيارات أو الإلكترونيات بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم التركيز على الأمور المالية فعشان هيك اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب هذا المكسب بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم أو حتى هدية يا سيدي ممكن مقبلين إحنا مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة يخففوا من النفقات ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاولوا أنكم تعملوا بجدية ونظموا شؤونكم المالية بشكل جيد ومتنعوا عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا أنتم اليوم نشاط عالي وحيوي وقدرة على إنجاز كثير من الأمور مواجهة مشاغلكم والتزاماتكم يعني الطاقة بتغني عن كل شيء حتى على المستوى العاطفي وشعبيتكم في تصاعد حتى على المستوى الاجتماعي بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات وممكن تتسلط الأضواء على قدراتك أو مديح أو يجيك مديح أو إطراء أو حتى بتجد أن الجنس الآخر بيرغب لك أكثر أو ممكن يتغزلوا فيك بتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة إيجابية وممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجالات جديدة في حياتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتشعروا بالتعب بيسيطر عليكم القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك حاولوا إنكوا يعني ما تعملوا إلا الأعمال الضرورية والمهمة اعملوا بشكل روتيني لا تبادروا بعمل جديد بتسجل هاي الفترة معروفة إنه فيه ركود على جميع الأصعيدي يعني على كل المجالات في حياتك بيكون فيها نوع من أنواع الركود فبنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم وضروري إلا الأشياء الضرورية إذا بشكل روتيني ولكنك تبادر بشيء قيم لا أهمش أنك تتخلص من عاداتك القديمة وانشغالاتك تكون يعني بالمسائل اللي ممكن أنك أنت تتممها احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء